الحقيقة الحالات تتفاوت وتختلف من الأسف يبقى كل أب يبقى شايف أنه هو عامل اللي علي من وجهة نظره أكيد كل أب يبقى يشوف أولاده أحسن حاجة في الدنيا بس في أب يبقى شايف أنه هو يوفر لهم حياة مريحة دي أحسن حاجة ممكن يقدمها لهم في أب تاني يشايف أنه لما يتدخل قوي في حياة أولاده زي ما بنتابع مثلاً مسلسل إمبراطورية مين إمبراطورية مين من فنان خالد النبوي أولاده شايفين هو بيتدخل بزيادة في حين أنه هو خيف عليهم قوي الطريقة المفروضة يتعامل بها الأب مع أولاده خاصة اللي عنده أولاد في أعمار مختلفة ومتفاوتة في سن المراقة وأطفال صغيرين وأولاده أزاي يقدر يتعامل طبعاً خالد النبوي ده ربنا ما عايز أطفال موضوع صعب جداً تفاوت الأعمار كمان في البيت بيخلي الواحد بيبقى فيه مجهود زيادة عن اللزوم في أنه هو عايز يسدد احتياج كل طفل فعشان كده طبعاً دلوقتي بنقول يا جماعة يعني الأعداد الكبيرة بتبقى صعبة بس مهم قوي أن الأب بيكون فاهم كل مرحلة لأن في حياة الطفل بيبقى محتاج مني إيه ففي مرحلة أنا ممكن أكون باخد ابني صغير وبشتري له أغلى لعبة وأحلى لعبة وفي نهاية هو ممكن يمسكها في دقايق ويروح يكسرها الأب بساعتها بيحس أنه هو مجهوده كله ضاع إحتياج الطفل بيبقى محتاج أنه وقت محتاج أنه يكون حد بيسمعه محتاج أنه يكون في حد بابا موجود معي بيشجعني بابا موجود بيلعب معي لعبة في البيت بابا بياخدني ويخرج معي كأصحاب برا البيت الأزمات اللي بيمر بيها البيت اللي هو زي المسلسل إحنا بنتابع المبراطورية ميم ده بيكشف لنا شوية أنه في المراحل اللي هي مراهقة يمكن بيبقى فيه ظهرة العند وأن أنا جمدة وأن أنا يعني أبعرف أخذ قراراتي بالظبط لكن الحقيقة بيبقى فيها شاشة من جوة رهيبة وبتبقى محتاجة أنه هي كل الكيس بتتكلم أنه أنا محتاجة بابا جنبي أنا مش عايزة يروح مني أنا مش عايزة حد ياخده مني هي فكرة أنه هي حاسة أمانها في القاب عشان كده بيلاقي كل التصرفات اللي يمكن هو حتى يعني يمكن نشوفها في طريقة العقاب بتاعته طول الوقت بيحاول أن هو يعمل لمت نفسه في العقاب يعني حدود كده أنه ما يعاقبش طريقة فيها تعنيف بحرمان أو بأنه هو يخصم المصاريف أو أنه هو من الخروجات أو الكلام ده كله فبتلاقيه هو بيتبع سلوب ما يجرحش نفسه فوجع الالتزام هو أفضل بكتير من المعاناة بعد كده في النتائج السلبية ترجمة نانسي قنقر